يسأل يقول أن نصيحة للنساء في أن يتجنبنا الفتنة بأن تستر نفسها وأن لا تزاحم الرجال ما استطاعت وأن تتجنب الطيب عندما تأتي إلى المسجد تتجنب الطيب أن تكون مع النساء ولا تزاحم الرجال ما استطاعت وأن تستر نفسها ألا واجب على المرأة المسلمة التي تريد الأجر والثواب أن تلتزم بالآداب الشرعي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم كون المرأة تصلي في بيتها وتسلم من التعرض للفتنة خير لها من أنها تذهب إلى المسجد حفاظا عليها لكن إذا ذهبت إلى المسجد لا تمنع ولكن عليها أن تلتزم بالآداب الشرعية نعم ترجمة نانسي قنقر